السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله طلابنا وطالباتنا مرة أخرى في حصة من حصص العلوم الجميلة للصف الثاني وتوسط نستكمل سويا درس سلوك المواعع ذكرنا أن الوحدة الثانية تتكون من فصلها الفصل الثالث عن حالات المادة والفصل الرابع الطاقة وتحولاتها هذا الفصل لدينا ثلاثة دروس الدرس الثالث ولازلنا في هذا الدرس سلوك المواعع في هذا الدرس تعرفنا في الحصة الماضية على الضغط والعوام المؤثر عليه اليوم نتعرف أيضا على ضغط الغاز المحصور مراجعة المفردات القوة هي سحب أو دفع وتعرفنا على مفهوم الضغط نتعرف أيضا على قوة الطفو مبدأ الخميدس الكثافة ومبدأ باسكال ذكرنا أن سلوك المواعع هناك الغازات والسوائل من الغازات لدينا الضغط والضغط الجوي وأيضا ضغط الغاز المحصور تعرفنا في الحصة الماضية على الضغط بشكل عام هو القوة والمساحة أما الضغط الجوي فهو يعتمد على الارتفاع نتعرف اليوم على ضغط الغاز المحصور أما السوائل فهناك الطفو والانغمار ومبدأ أرخمي أرخميدس ومبدأ باسكال ولكن في الحصة الماضية توقفنا عند نشاطنا المنزلي طبقاً للمبدأ باسكال باسكال صعد إلى قمة جبل معه بالون محكم منفوخ محكم الإغلاق لنفترض أننا وضعنا صندوق صندوق وليس بالون محكم الإغلاق أيضاً ومملوء بالهواء طبقاً لهذا المبدأ مبدأ باسكال ما الذي سيحدث للجسيمات في داخل الصندوق هل يترى سيطبق على ما يطبق هذا المبدأ على الصندوق ما حدث للبالون سيزداد برأيكم لن يحدث شيء لماذا يا ترى البالون تمدد وزاد حجمه الصندوق هنا لن يحدث شيء ما السبب لأن الصندوق مادة صلبة ستحافظ على جسيمات الهواء داخلها وبالتالي لن يتأثر حجم هذا الصندوق نستكمل من سلوك المواعع لدينا ضغط الغاز المحصور يا ترى ما هي العوامل التي تؤثر عليه ما هو ضغط الغاز المحصور ماذا يعني غاز المحصور برأيكم ماذا نعني بغاز محصور هنا بالون داخلها غاز وهنا أيضا علبة وبها أيضا غاز ماذا يعني الغاز المحصور الغاز المحصور هو الهواء الموجود داخل وعاء إناء كأس استوانة محكم الإغلاق سواء كان بالون زجاجة استوانة أو حتى علبة ويتغير ضغط الهواء بتغير الظروف المحيطة به مثل الحجم لهذا الوعاء أو الإناء وكذلك الحرارة ما هي إذن العوامل المؤثرة على ضغط الغاز المحصور هناك عاملان درجة الحرارة وحجم الإناء ذكرنا قبل قليل أنه يتأثر بالعاملين درجة الحرارة وحجم الإناء كيف ستكون العلاقة بينهما لكي نتعرف على العوامل المؤثرة على ضغط الغاز المحصور دعونا نطبق هذا الاستقصاء ما الهدف من هذا النشاط؟ ملاحظة تأثير الحرارة والحجم على ضغط الغاز المحصور ما الأدوات؟ بالون وأعود كبريت الخطوات ماذا سيحدث لو تم الضغط بيدك على جزء من البالون مملوء بالهواء؟ الخطوة الثانية ماذا سيحدث لو تم تقريب عود ثقاب مشتعل من بالون وماذا سيحدث؟ وسجلوا ملاحظاتكم نبدأ سويا شاهدوا معي أتيت لكم بمنفخ بالون عودو كبريت مرة أخرى أكرر مادة خطرة لذلك علينا الحذر عند استعمالها ولا بد أن يكون معنا أحد الكبار لمساعدتنا الخطوة الأولى سوف نقوم بنفخ هذا البالون ماذا سيحدث؟ تكراراً لما ذكرناه في الحصة الماضية ماذا سيحدث عند نفخ البالون؟ ماذا حدث؟ ممتاز زاد حجم البالون سنقوم بإحكامه جيداً بإغلاقه بإحكام جيد أصبح لدينا الآن بالونة الخطوة الأولى ذكر أن أضغط على البالون من أحد الجهات ماذا سيحدث؟ لو أضغط هنا يصبح هنا أصغر من هنا بالمنتصف سيضيق هذا المكان وينقسم إلى قسمين إذن يتأثر الضغط بحجم ضغط الغاز المحصور الخطوة الثانية نريد أن نقرب عود ثقاب ماذا سيحدث؟ وكرر علينا الحذار ماذا حدث للبالون؟ انفجر حسنتم لماذا انفجر يا ترى؟ ما سبب هذا الانفجار؟ هل تأثر بالضغط؟ أنا ضغطت عليه مثلا كما ضغطنا في الأول أم له علاقة بدرجة الحرارة؟ لنشاهد إلى العرض ما التغيرات التي حدثت في شكل البالون وحجمه حينما قمنا بالخطوة الأولى أثناء الضغط؟ انتفخ جزء من البالون وحينما نضغط على جزء يزداد فيه ينتفخ في جزء وينتفخ في الجزء الآخر ويضيق في المكان الضغط إذن يتأثر بالضغط الحجم يتأثر مع الضغط فسر ما سبب هذا الاختلاف في البالون؟ أو فسري بسبب الضغط على البالون نقوم بدفع الجزئات الموجودة داخل هذا البالون فشغلت حيز عن حيز فصغر في المكان الذي تعرض للضغط أصبح قليل وانتشر أو اتسع في الجزء الآخر الذي لم يتعرض للضغط مسببة في زيادة عدد تصادماتها على الجدران الداخلية فينتج ضغط أكبر عليها ما بقى درجة الحرارة طبعا لم تتغير درجة حرارتها أما في التجربة الأخرى تغيرت في درجة الحرارة إذن هناك علاقة بين الحجم وضغط الغاز المحصور ماذا حدث هنا؟ زدنا الضغط قل الحجم زاد الضغط قل الحجم إذن تصادمت الجزئات مع بعضها الباب زيادة حجم إناء المحصور دون تغير درجة الحرارة لم نؤثر عليه في درجة الحرارة يقلل من تصادمات الجزئات الموجودة داخل هذا الوعاء والبالون على الجدران الداخلية فيقلل الضغط إذن بنقصان حجم الغاز المحصور يزداد الضغط نقصان لاحظوا هنا الحجم هنا صغير لكن الضغط أكبر هنا أيضا الحجم متوسط والضغط أقل هنا الضغط أقل بكثير ولكن الحجم أكبر فبالتالي الجزئات تستطيع أن تتحرك ولكن هنا الجزئات هنا ستصدم لأنه قل الحجم كلما قل الحجم زاد الضغط في التجربة الثانية ماذا حدث عند تقريب عود الثقاب؟ هنا تغير تأثير حركة الجزئات بناء على عود الثقاب أثرنا درجة الحرارة في الخطوة الأولى لم نقوم بتغيير درجة الحرارة فقط كان حجم وضغط هنا تغير من درجة الحرارة انفجر البالون ما سبب الانفجار؟ فسر أو فسري ما سبب انفجار البالون بعد تسخينه ارتفاع درجة الحرارة أدى إلى زيادة تصادم الجزئات داخل هذا البالون وبالتالي بدأت تتصادم على يزداد الضغط على الجدران الداخلية فزاد ضغطها من الداخل أدى إلى خروجها للخارج فانفجر البالون فازداد اتساع البالون بشكل كبير مما أدى إلى انفجاره إذا ما علاقت درجة الحرارة بضغط الغاز المحصور؟ كلما زادت درجة الحرارة شاهدوا الصورة تزداد حركة الجزيمات ويزداد الضغط وبالتالي إذا كان بالون ينفجر زيادة حجم إناء الغاز المحصور دون تغيير درجة حرارته يقلل من التصادمات ولكن زيادة درجة الحرارة يزيد من التصادمات توقع أو توقي ماذا يحدث لو استمر تسخين الإناء لهذا الوعاء لدينا في الشكل الموجود لديكم؟ هنا إناء تعرضوا إلى تسخين كالبالون يزداد ضغط الغاز بزيادة الحرارة ماذا سيحدث لو استمر التسخين أكثر فأكثر على هذا الزجاج؟ ماذا سيحدث؟ سينفجر أو ينكسر ذلك الإناء حتى لو كان زجاج لذلك نريد أن نطبق ما درسنا على استوانة الغاز استوانة الغاز أيضا ضغط غاز محصور لأن ما يوجد داخلها غاز محصور ما علاقته بالحرارة؟ لماذا دائما يشددون أنه لا توضع هذه الاستوانة عند مكان مشمس أو مكان حار مثلا لماذا؟ كما درسنا قبل قليل زيادة الحرارة سيزيد تصادم الجزيئات وضغطها على الجدران الداخلية وبالتالي ينفجر حتى لو كان مادة صلبة إذن لماذا لا توضع استوانة الغاز في مكان مشمس أو حار؟ أيضا ذكرنا لأنه تزداد الجسيمات وبالتالي قد يؤدي إلى انفجار هذه الاستوانة كذلك لماذا ينضج الطعام بسرعة في قدر الضغط؟ في القدر العادي قد يحتاج إلى مثلا 45 دقيقة أو 30 دقيقة مثلا ولكن قد نقوم بالطبخ بقدر الضغط بأقل مدة ممكن ربع ساعة أو 20 دقيقة ما السبب في هذا الاختلاف؟ لماذا ينضج أسرع؟ طبقا لما درسنا قبل قليل ضغط غاز محصور؟ لأن هناك غاز داخل القدر ما السبب؟ لأن الماء يغلي عن درجة 100 ولا يسخن أكثر من ذلك حتى مع استمرار التسخين إذا كان الوقت في القدر العادي بينما في قدر الضغط قد تصل درجة الحرارة للماء 120 درجة مئوية بسبب الضغط الحالي الموجود داخل هذا القدر فيتخلى للبخار أجزاء الطعام هذا الضغط الغاز المحصور ويبدأ بالنضج أكثر وأسرع فينضج هذا الطعام ماذا تعلمنا هذا اليوم؟ ضغط الغاز المحصور هو الهواء الموجود داخل إناء محكم الإغلاق مثل بالون، زجاجة، أمبوب، أسطوانة تعتمد على عاملين هما درجة الحرارة وحجم الإناء نراجع إذن سويا سلوك الموائع لدينا الضغط يعتمد على عامل من؟ ما هي العوام المؤثر عليه؟ القوة والمساحة القوة علاقة طردية مع الضغط المساحة عكسية الضغط الجوي يعتمد على عامل الارتفاع ذكرنا كلما ارتفعنا قلة الحرارة قل الضغط كلما نزلنا إلى الأسفل زادت الحرارة زاد الضغط ضغط الغاز المحصور يعتمد على عاملين هما درجة الحرارة والعلاقة بينهما طردية زادت الحرارة زاد الضغط الغاز المحصور أما الحجم الإناء علاقة عكسية كلما قل الحجم زاد الضغط طلابي طالباتي دعونا نجيب على هذه الأسئلة ماذا قرأت؟ لماذا ينكمش أو ينكسر إنا محكم الإغلاق به هواعف بعد تجمده وليس تسخينه بعد تجمده ما السبب؟ في النشاط السابق أو في الصورة السابقة سخلنا الزجاج وذكرنا أنه ينفجر لو زدنا تسخينه أيضا هنا قد ينكمش أو ينكسر بعد تجمده بالعكس لماذا؟ عندما تنخفض درجة الحرارة داخل الإناء يقل الضغط داخله عن الضغط الموجود خارج الإناء وضعته مثلا في الثلاجة أو في الفريزر الضغط داخل هذا الإناء أقل من الخارج وبالتالي اختلاف هذين الضغطين يؤثر على هذا الإناء فيؤدي إلى انكماشه أو انكساره لماذا تملأ إطارات السيارات بكمية زائدة من الهواء في فصل الشتاء؟ أما في الصيف فيكون الهواء معتدل لماذا يوضح هنا في الشتاء الهواء أكبر من ضغط المطلوب مثلا؟ لماذا؟ في الشتاء تكون درجة الحرارة منخفضة ذكرنا كل ما انخفضت درجة الحرارة ماذا يحدث؟ يقل الضغط لذلك في فصل الشتاء تنخفض درجة الحرارة فيقل الضغط الخارجي فتقل سرعة جزيئات الهواء ويقل تصادمها داخل الإطار فيقل الضغط لذلك تملأ بكمية زائدة حتى يكون مساوي للضغط الموجود خارج الإطار أو إطار السيارة حتى يتعادل الضغطين نشاطنا المنزلي لماذا يشعر متسلق الجبال بصعوبة في التنفس عند قمم الجبال في القمة؟ لماذا نشعر أحيانا بضيق في التنفس؟ نطبق أيضا ما ذكرنا عن طنين الأذن ما العلاقة بينهما؟ أتمنى أن تستمتعوا بحل هذا النشاط فأنتم علماء المستقبل ودمتم سالمين فمعن الله